في ملفنا الثاني تصعيد قطري ضد طيران الإماراتي تلاه حملة إعلامية لعبت فيها الدوحة دورة ضحية يوما بعد يوم قدمت أو قدمت الوثائق والأدلة مفندة ادعاءات القطريين لتطرح الأسئلة عن دلالات استفزازات الدوحة وتوقيتها الجواب جاء اليوم من الإمارات بأن الهدف القطري من وراء هذه الاستفزازات هو إعادة أزمة الدوحة إلى الواجهة لكن الإمارات أكدت أنها ستحافظ على نهجها بعدم التصعيد لتبقى بذلك قطر في دائرة العزلة والنسيان تستنكر دولة الإمارات العربية المتحدة وتدين بشدة الحوادث الاستفزازية التي تعرضت لها طائرات النقل العسكري التابع لها والطائرات التابعة لشركة طيران الإمارات وطيران الاتحاد من قبل الجانب القطري وترفض بشدة المزاعم القطرية الباطلة الواردة في مذكرات الاحتجاج المرفوعة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعبر عن أسفها وقلقها إزاء استمرار حكومة قطر في تصرفاتها الغير مسؤولة ونتائجها الوخيمة التي لا تخدم مصالح دول المنطقة ومسألتي السلم والأمن الإقليمي والدولي وتذكر بأن مبادئ احترام السيادة وحسن الجوار تقتضي من الدول تجنب أي جراءات استفزازية قد تقود إلى صدام المسلح وكذلك عدم فبركة الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق وأكد العميد الركن هلال سعيد القبيسي من قيادة القوات الجوية في الإمارات أن الطائرات الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال اعتراضها من قبل طائرات حربية قطرية وأشدد القبيسي على ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية والابتعاد عن التصعيد مع دول الجوار حفاظا على الأمن والاستخدام الآن معنا من الرياض الكاتب الصحفي في صحيفة الرياض شاهر النهاري أستاذ شاهر مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ربما استتبعت التصريحات الإماراتية المتعلقة بهذه الحلقة الأخيرة من مسلسل الأزمة مع قطر بداية كيف ترى هذا الموقف ومسألة ضبط النفس وعدم تصعيد الأزمة أيضا كان موقفا لافتا من العميد القبيسي على ماذا يدل ذلك برأيها مساك الله بالخير أخي مهند وأمسي على المشاهدين الكرام حقيقة أن الأمر لا يعد كونه طبيعة تعودت عليها قطر وأشغلتنا بها في كل الأحوال وفي كل الأشكال الدول الأربع المقاطعة فعلا نسيت القضية القطرية ووضعتها في طي النسيان ولكن قطر لا يعجبها ذلك الشيخ تميم تحرك مكوكيا إلى جميع الدول العالمية لعله يحرك هذا الجمود الموجود والموقف الموحد الصلب من هذه الأربع دول ورغم ذلك لم يجد أي نتيجة تذكر ذهب إلى مجلس التعاون الخليجي وحاول أن يجتمع بالجماعة ولكنه أحبط بعدم حضور المعنيين في ذلك الاجتماعات الحكومة القطرية تشعر أنها أصبحت ساندويتش بين هذه المناطق وأنها مقطوعة وأن العالم لم يعد يتعاطف معها فما عدا إذا ذكرنا المنطقتين التي تلعب معها وهي إيران وتركيا وحقيقة أن التصرف الذي قاموا به بجعل الطائرات العسكرية تعترض مسار الخطوط الأمراتية أنا أعتقد أنها فيها تصرف طائش أو تصرف صبياني بالنسبة لحياة البشر الذين في هذه الطائرات وخصوصا أن هذه خطوط دولية متفق عليها من منظمة الإيكو وموقع عليها بعدة اتفاقيات سابقة في جنيف، روما، مونتريال، شيكاغو كلها عبارة عن منظمات أو اتفاقيات متفق عليها لا يمكن الآن الكلام عن أن المسار تغير أو أن مناطق التدريب العسكري بالنسبة لقطر اختلفت كذلك الموضوع هناك تقنية ليست تقنية الإمارات أو تقنية قطر نحن نتكلم عن الأقمار الصناعية التي تستطيع أن تكتشف أي خلل وأي اقتراب بسيط من أي طائرة مدنية وتوضيح ذلك وهذا ما قامت به الأمارات في عرضها الجميل لما حدث بأن وضعت أمام العالم كله ماذا يوجد على الأقمار الصناعية وماذا يوجد في أبراج المراقبة في المنطقة القريبة من الحدث كذلك البحرين كانت لها موقف باعتبار المنطقة أو الحدث حدث تقريبا في منطقة حدودها الإقليمية لذلك أنا أعتقد أن الحدث كان كبيرا ولكن تعقل الأمارات وتعقل الدول المقاطعة هو ما يحكم في النهاية لأن قطر تريد أن تجر هذه الدول إلى شيء ما في المقابل من الذي سيكون مقابلا لو طلعت طائرة سعودية أو أميراتية إلى قطر من الذي سيقابلها؟ هل سيقابلها طائرة أميراتية أم طائرة إيرانية أم طائرة تركية أم حتى أمريكية؟ أنا أعتقد أنها تلعب بالنار وهي لديها رغبة في إعادة الحدث إلى الحادثة التي حصلت بين الدول المقاطعة وبينها إلى الواجهة بأي طريقة الحكومة القطرية تريد أيضا إشباع الشعب المسكين الشعب القطري الذي الآن يطالب إعادة المسألة إلى الواجهة بهدف ماذا؟ حتى الآن تبقى كل هذه الحوادثة الاستفزازية تفاصيل في نهاية المطاف لا يوجد حتى الآن مؤشرات على رغبة الدوحة في إيجاد حل حقيقي لجوهر المسألة جوهر المسألة هو دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة وكل هذه الأمور حتى الآن لا مؤشر على رغبة الدوحة في إيجاد أي حل حقيقي لهذه المسألة وبالتالي لماذا هذا التصعيد من خلال هذه الاستفزازات التي شهدناها من خلال عمليات اعتراض الطائرات؟ نعم هو فعلا قيل لقطر ولحكومة القطرية مرات عديدة أن الحل يمر من الرياض ويذهب إلى الإمارات ويذهب إلى الدول المقاطعة ولكنها تأبى ذلك وتذهب إلى جهات مختلفة إلى تركيا إلى العالم الأجنبي إلى كل المناطق التي استطاعت الالتجاء فيها لم يكن لديها استعداد في يوم من الأيام بالاعتراف بماذا فعلت والاعتراف بماذا وقعت عليه في سنة 13 وسنة 14 وهل هي قادرة على أن تقوم الآن بكف أذاها عن هذه الدول؟ يا أخي انظر للإعلام القطري وانظر ماذا يفعل في الوقت الحالي قناة الجزيرة أصبحت 70% من أخبارها عن المملكة العربية السعودية وضد الحلف الذي يحارب في اليمن وكأنها لم تكن في يوم من الأيام جزء من هذا الحلف ولو أنها نعلم أنها لم تكن جزء عصيلا من هذا الحلف ولكنها الآن تحاول الإساءة إلى الدول الأربع بكل الطرق انظر ماذا تفعل بالشيخ عبدالله بن علي وحكايته ومحاولة إثبات أنه اختطف في الأمارات يا أخي هذه من غير منطق وهذه أحداث لا يمكن أن يصدقها أحد ورغم ذلك فهي تتشبث بالقشة التي في يدها لأنها تريد أن تقنع شعبها أنها على حق وفي نفس الوقت تريد أن تختلق أحداث أخرى حتى لا تحاسب على الأحداث الحقيقية التي تكلمت عنها يا أخي مهند وهي الثلاث عشر بند التي طلبت منها وأعيد عليها مرات عديدة يا حكومة قطر لن يكون هناك صلح إلا بعد أن تتعدل هذه النقاط وللأسف أن ما يحدث الآن ينافي هذه النقاط ويزيدها بؤسا وشقاء تصور أنها تريد أن تدخل في عملية حرب مع قطر أو مع الأمارات أو مع البحرين بمجرد اعتراف طائرة فتخرج طائرة من الجهة الثانية أنا أحيي الدكتور أنور قرقاش على ردود فعله وعلى الهدوء الذي كان يتكلم من خلاله وأيضا أهني دولة الأمارات على هذا التعقل وعلى قدرتها على تغيير المسارات من خلال الشقيقة الكبرى السعودية حتى يحكموا في هذه الأمور لأن أي احتكاك في هذا الوقت قد يحدث فيه كارثة ونحن حقيقة لسنا منتظرين كوارثة أخرى أكثر مما يحيط بنا في جزيرة العرب شكرا جزيلا لك الأستاذ شاهر النهاري الكاتب الصحفي في صحيفة الرياض كان معنا من العاصمة السعودية